المطلوب إيه المباراتين اللي جايين المطلوب إنه نحن يكون عندنا الجرأة إنه نحن نستعيد ثقةنا تاني في نفسنا نستعيد الشخصية بتاعتنا الروح بتاعتنا أنا شاف إنه كويس إنه المتش ده حصل في أول متش في البطولة علشان يفو Gröbo ��نه يعني لا يوجد swell ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش بين الإتنين يا إمَّة يفو Gröbo وده اللي لازم يحصل وده اللي هيحصل وأنا متاقع إنه ده اللي هيحصل أه طبعاً مطاقة اللي ده لا يحصل ان اللعبة هتستعيد تاني نفسها وتشد نفسها بشدة قوية قوي 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 وكيروش مش هيألف ومش هيفتي وممكن ان هو يعني يستعين بموجود ما عرفش موجود حازم امام في البعثة او لا لا ما عنديش فكرة يعني اعتقد برضو وجود حازم كرؤية فنية ممكن يساعد هايسمع لحد او بيسمعش الجهاز نوعه لازم يسمع لازم يسمع اه يعني لازم يسمع ليسمع للعيبة يعني ما هو مش عيب ولا حرام ابدا ان انا اتكلم مع للعيبة في بعض الوقات ممكن يكون عندي لعيبة اقول له انت تحب تلعب ايه احسن مكان لك ايه ممكن افضل مكان بالنسبة لك ايه هل باكرايت هل باكليفت هل سردباكتب لو لعيبتك في الحتة هتقدر تأدي يقول لي مثلا اقدي بس بشكل افضل لازم اتكلم مع العيبة لازم يكون في حوار محمد صراحة ما يتكلم مع المفهوم بزبط لازم يكون في حوار يعني ما هو ما اظنش ما عرفش محمد تكلم معه ولا لأ فاسألت انه هو توظيفه في المكان ده فكان شيء غريب يعني شيء غريب بالنسبة لي يعني فانا قصدي على ان انا شايف ان احنا هنرجع تاني وهنرجع تاني بقوة مش تفاولا والله بس احنا عندنا قدرات لا انا مش مكلم الكلام ده عشان خاطر ايه معلش هنرجالة ولا ههمك لا هنرجع هنرجع طبعا ايه المطش الجاي هنرجع بل بالعكس المطش ده ممكن انا متوقع المطش ده ممكن يدينا البطولة نفسها لانك انت مش هتبقى اسوأ من كده نفسيا ولا فنيا ولا خططيا ولا حتى روح مش هتبقى اسوأ من كده فانت جبت اللي هو زيرو اه بالزبط جدا فانت ما عندكش اوحش من كده هتعمله معايا من جميع النواحي فخلص خلصت الوحش بقى خليني اشتغل بقى في كويس يعني نبتدي بقى نطلع السلم واحدة واحدة ان احنا نكسب المطش الجاي هنكسب البعده هنتأهل نلعب مع مين مع جزاير مع كوتوفور مش فرقة لو انت عايز تاخد البطولة دوس طب اسألك سؤال المباراة اللي جاية مع اصابة اكرم توفيه و اصابة فتوح فتوح مش يلعب المباراة اللي جاية اكيد يعني ان شاء الله الحل بعدها بس اكرم يعني ربنا يا ربي يشفيه و الاصابة تطلع مش كبير يلعب ثلاثة اه يلعب ثلاثة انا بحب ثلاثة انا بحب انا شايف طريقة ثلاثة اربعة ثلاثة دي او ثلاثة اربعة ثلاثة اربعة واحد اتنين او مشتقطها يعني انا شايفها طريقة عالمية يعني انها مزاجي فيلعب اه ويمكن لعب بزيزو بكرايت يعني لقد شايف ان الزيزو يلعب بكرايت وانا جابر ميالي النهاردة لو انت مش مقتنع بعمر ما تلاعب بزيزو لعب بزيزو بكرايت حتى على الال هيقابل الراجل أسرع واحد فيهم بيخلق بزيزو بزيزو ممكن لعب بكرايت تلعب ثلاثة اربعة ثلاثة وبانطلقات بقى بالعبة اكتر بتوظف اللعبة بشكل كويس صلاح في مكانه مرموش في مكانه او رمضان الصبح مثلا طول عمري انا مش شاف رمضان الصبح ناحد شمال عمر بشوف ترابة السين رمضان الصبح لو عايز يلعب يلعب عشرة ورمضان الصبح عشرة ده خناعاتي لما عندي لعيب زي رمضان الصبح لعب عشرة لان دي ليه مواصفات ان يلعب ناحد شمال وديها مواصفات او ان هو بيلعب ناحد شمال عشان يدخل لجوه يستلم عشان يبروح بوشه فانا شاف ان احنا هنقدر نرجع حاس ان المباراة اللي جاية انا بقولك كده عشان بنتكلم مواد حتى في التليفون يعني لو وقتك ما سمعش انك تواضف لا طبعا طبعا انه حيلعب المباراة اللي جاية بنفس الطريقة وبنفس التشكيل طبعا باستثناء اكرم توفيه وفتوح الاصابة هي بغلطان في حقنا بصراحة لانه هو في الاخر يعني كيروش ممكن يلعب يعند ويلعب بنفس الطريقة ويقولك انا الصح وبتاع بس في الاخر احنا لابسه في الحيط يعني انا بحبش فكرة ايه انا انا جاي انا صح او زي مدير فني مثلا نادي من قندية يقولك ايه انا هوفر للمدرب كل حاجة عشان ما يكونش لحاجة طب حاجة ايه يا باشا محاجة ايه مش فاهمك طب لا انا المدرب بقى وانا المشي عشرة واجيب عشرة واخسر خمس مطشط امشي يبقى انا عملت ايه طيب يبقى انا النادي الخسر معايا فما ينفعش ان يجي كيروش معايا يعند ويلعن هلعب بنفس الطريقة وهو نفسه ما هي فشلت فلازم لا لازم يكون في حوار عشان في الاخر احنا كلنا مركب واحدة لان ممكن كيروش او غيره من المدربين ما نتمناش ابدا ان ده يحصل ان يجي يعند نخسر نخرج من بطولة افريقيا نبقى محبطين في تصفات كاسعالم ممكن بقى يتغير مدرب اما يتغيرش مدرب هل اللي جاي ده هيقدر يقود الفرقة وان هو يتأهل لكاسعالم ولا لا فبقى احنا كلنا خسرنا جيل اخد بالك اصدقى مشكلة اجيال يعني يعني انا لعبت مثلا خمس تصفات كاسعالم بس في الاخر ما قدرناش نوصل لكاسعالم خدنا بطولة افريقيا انما 2002 كنا احنا الاقرب للوصول الى كاسعالم فالجيل بتاعنا خلص فعشان تكون جيل تاني جديد هتبقى فيها مشكلة كبيرة صح